التقليدية في الحياة. انا بقول دايما للناس. واحدة من مشكلاتنا حت في التربية. حت في تربيتنا لانفوسنا. انو نحنا تولدنا في الدنيا دي لقيتنا نفسنا مولودين. الناس قاروا مشو المدرسة مشارنا معهم المدرسة. خلصوا الاساس مشو السانوي مشارنا معهم السانوي. وبعد السانة يقولنا شون قالوا في جامعة قمنا مشارنا الجامعة اها بعد الجامعة قالوا يا زول الزمن عرّس بالله عرّس قمنا كأنا بس نعرّسنا. بعد العرّس قالوا بقيت them ساناتة ولا لسا يا الله نخلف. خلفت اطفال انا بيب في المواسير المهم تخلف تخلف خلفنا وانتهت الحياة وبقى ان الانسان ماشي بس كده مع القطيع مع المجموعة هو لا يجد هو لا يجد نفسه هو لا يفكر في حياة هو ما عنده مشروعاته الخاصة فلا من جاء اوه فريق كرة قدم وحاجة هيلمانة ونجوم ويلمعهم ليك وشريكنات عالمية يجيبوا صورهم كده وحاجة جميلة ممكن انت نقدم لك خدمة تشجع الفريق ده وتبقى انتصارات وانتصارات ليك وتتعيش مع الفريق ده حزنه وفرحه وتبقى انت جزء من الفريق ده يا سلام باستثناء حاجة واحدة الفريق ده بيكسب قروش فريق ده اصحابه اغنياء جدا الفريق ده يضخ اموال كبيرة جدا في خزائن في جوب اصحابه لكن انت ما حدوك قروش لا بالعكس انت البطارية حينصوا منك الكهرباء حتجي الليستات حتدفع قروش حتمشي نادي المشاهدة حتدفع حتمشي تشترك تشترك في طبق طبعا ايوه في طبق خاص تشتري وتدفع قروش تمشي تشنر الفانيلا وتدفع قروش انت هاي نحنا بنحق الغبط ليك الجزء بتاعك ده لكن معلاش هدفع لنا قروش ما يشغل كلها صناعة وبيقى الزول بعد ده بعد ده يقى نفسه انه في موضوع حنقعد اربعة ساعات نحنا ساعتين نعاين الكورة وساعتين نتكلم جوا النادي وبكرة كله حنقضي في الموضوع ده وتزقى الزول وهو بيتكلم ومتشنر يخترك بالحافلة مرة بعد الكورة ما تقدر تقعد صحيح النادي كلها بس متشنر ويوصف ليك الحاجة دي تقول يهدي قدامك وعمل كده وسوه كده وتحليل وتلقاهه بحل المبسوط جدا وشاعر انه هو لاقي نفسه وفي الصناعة الاستثمار كده وانا اقول ان الذين صنعوا كورة القدم صنعواها بنجاح وشطار نختلف معهم نتفق معهم يستطاعوا ان يستعمروا العالم بهذه الكرة ان يستعمروا عقول الناس بعد ذلك الذين المستعمر دوروا شنو انا افتكر هو الذي يحدد هذا القرار هو الذي يحدد الان كيف يمكن ان يستفيد من هذه الرياضة الجميلة الكورة ما برضو ما هي واحدة من عناصر الصناعة انه هي حاجة جميلة حاجة مشوقة مصنوعة باتقان ودافعين فيها قروش وتعبانين فيها كيف انا استفيد من جمال هذه اللعبة واعمل لنفسي نوع من الترويح وانقل نفسي من السآمة والكآبة الى نوع من انواع الكيف اتابع حاجة مشوقة لكن ما اكون ضحية لهذا الاستعمار الحديث ما اكون ضحية لهذا الفكر الذي يريد ان يستعمر وجداني ويستعمر نفسي ويستعمر زمني كيف اعمل هذا هذا هو واجب المشاهد والمشاهدة الكورونا